أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة الرئيس الأذري الهام علي ياف الهام إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز الروابط والتعاون بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك كان الرئيس السيسي نظيره الأذري على فوزه بولاية رئاسية جديدة وعلى فوز بلادي بشرف استضافة مؤتبر كوب 29 بداية أود أن أعرف عن سعادتي باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة استناداً بوابط التاريخية الممتدة بينهما كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفقاباتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً لجمهورية أزربيجان لفترة جديدة وكذا على الثقة التي حظت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع تمنياتي لكم ولبلديكم الصديق بكل التوفيق